اللي رح يحدث هو أنه مش رح يحكم أنا قناعتي أن هذه الانتخابات ما يخرج فيها بأغلبية رح يخرج ب مش بأغلبية مطلقة رح يخرج بأغلبية لكن ليست مطلقة وبالتالي مش رح يحكم وهنا وضعه يكون أخطر لأنه يبقى قوة اعتراض دون أن يتحمل مشاكل واعتراضات وانزعاج وقلق الحكم هنا وين تكون خطرته أكبر طبعا هو سيركز أساسا مدعوما بالذباب الصيني والإيراني والتركي والروسي هذو كلهم بالمناسبة هذو كلهم دخل للانتخابات الفرنسية وتلاعبوا فيها كلهم وفي الانتخابات في الغرب يكفي أن تستطيع أن تؤثر في 5% من الناس يحسن مرات في كثير من الحالات الانتخابات في الغرب تحسن بنقطة نقطتين أقصى تقدير 5 نقاط أو 6 نقاط والذباب هذا عندما يدخل الموقع التواصل الاجتماعي بملايين سواء الروبوتات الصناعية أو البشر يؤثر يكفي أن يجلبون ملفات تعصيرات تعصومات يكفي أن يأتي شيطانة المسلمين يعني القضايا التي في فرنسا هي حالة تحدث حالة انفصام وانقسام إذن في كافة الأحوال يعني أننا دخلنا إلى حالة من الاضطراب في فرنسا وهذه الحالة ستتوسع إلى الغرب العوروبي والأخطر منه أنها تأتي في ظرف بين الإمبراطورية ليس مستقرة هذه الخطورة الخطورة الأكبر ألمانيا قلقة جدا كثير من الأسهم في فرنسا انخفضت بعض الأسهم ستنخفض بشدة خاصة وين يعتبروا بأن اليمين المتطرف عنده قدرة على التأثير عليها أو على المساس بنشاطها الاقتصادي أو التجاري